السلام عليكم انا حبيب اعلن عن ارض للبيع الارض مساحتها 90 متر بتبني على 75 متر الرخصة 3 ادوار المكان فرصة كبيرة موقع تاريخي البناء كمان هيكون نفس النظام التاريخي كمان في الفاتح على قدامك قدامك على طول جامع تاريخي شمالك مستشفى كبيرة فعايز تروح للمترو اتمشى للمترو لمحاطة يعني قبي او محاطة مترو اكسراي عايز تروح لمحاطة الترامواي اتمشى لمحاطة الحسكي اتمشى لمحاطة ترامواي فندق زادة المطاعم كلها حواليك فمكان حيوي جدا المالك طالب فيها 750 الف دولار فحضرتك لو حابب تبص عليها على الواقع تقدر تتواصل معي على الواتس وبعد كده انا وانت وشركة تركي ونكلم المالك ونروح كلنا نبص على الارض وبعد كده عجبتك ودخلت قلبك بتقعد منك المالك مباشرة تتكلم معاه وانا وشركة تركي هنترجم كل حاجة ولو حصل نصيب هنكون معك لغاية ما اتخذ الطابو ان شاء الله ولو محتاج كمان تبني لنا اصدقاء امناء جدا اللي هم المؤولين عندهم عماير ما شاء الله وبيبنوا بنقعدك معاهم وانا بقول لما قلت امناء يعني الواحد البوم يرتاح وكل حاجة تكون واضحة وتكتب كل حاجة ويقولك التكاليف وكل حاجة بكم سعر الارض ديت زي ما حرك انا قلت لك دلوقتي 750 الف دولار ولما تيجي مع المالك بتفاصل منك لي مباشرة واحنا بنكون معك شكرا جدا اتشوفك قريب في اسطنبول ان شاء الله علي جمال اسطنبول تركيا مع السلامة بسم الله الرحمن الرحيم احب اقدم شكري جزيل لأستاذ علي واحب اشوفكم هذا الطابو اللي حصلت عليه خلال يومين نتمنى لهم التوفيق في عملهم الف شكر معتقالة الصعبة من المدينة المنورة علي جمال الحقيقة يعني جميل جدا وجدت من الثقة لا يبحث عن المادة يبحث عن أهم شي يعني وصل للناس يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل رجل يعني هم مصلحة الشخص اللي فيه قبلة تهم مصلحته في في ما يبحث عنه والله يوفق بالحقيقة وانا انصح التعامل معه جدا علي راطي وانساني خاض الله ويبحث على الأجود يعني 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 رحنا معاه لزراعة الشعر كمان فالحقيقة يعني انا انصح بالتعامل لانه يبحث على الجودة والدرجة الثانية يبحث عن السعر وهو له وضع يعني خاص كما وانسى الله يبارك فيه وانصح بالتعامل معي جدا حقيقة يعني حتى لوه الجمال برضو بسعار جدا بسم الله الرحمن الرحيم كنا مقررين أنا وزوجتي نشتري شقة في اسطنبول بعد البحث حصلنا على شقة في اسطنبول والحمد لله وشكر بجهود أستاذ علي وشريكة المحترم وطلعنا البارح على الطابو خلال ثلاث ساعات صار الطابو باسم زوجتي أو باسم العائلة الكريمة والحمد لله وشكر مع متابعة أستاذ علي ما قصروا جهودها كلش طيبة وحلوة وشريكة المحترم وأنصح أي شخص يريد يشتري شقة في اسطنبول يتعامل مع أستاذ علي وشريكة المحترم يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنية صافية ومحترمين والحمد لله والشكور وأشكرهم جزيلا ألف مبروك ألف مبروك على الطابو والله بارك فيك أخوي علي أنا شكر ومقدم لك والله أنا مبسوط أني شفت الطابو باسمي يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا أخوي علي أعطيتك وكالة وحطيته الطابو باسمي وأنا مش موجود عندكم والله ما شفت يا أخ علي إلا الصدق والأمانة يعلم الله ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد يعني أنا ضروري جميع أقاربي وأصحابي أعطيهم خبر عنك يعني يعني يشتروهم ملتحين صدق وأمانة وإخلاص ما شفتها بأي شخص تاني ألف شكرا 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 جزيلا نحن نشكرهم كثير وقدرنا نطوب البيت بنفس اليوم يعني يعني شي جميل جدا الحقيقة ومثل ما تعرفون أنتو يعني نحن غربة في هذا البلد بالجماعة وكفون نحن أصيطان ما حسين بقربة ما حسين بشي حسين أنه أولادنا ومعنا في الشراء من البداية إلى النهاية موسيقى وهاي شوقتنا الجديدة اشتريناها من خلال أستاذ علي وشريكة تركي مشكورين كل الشكر والمنظر العام يكشف كل اسطنبول كل اسطنبول من كون جهاتها. ألف شكر إليك أستاذ علي وألف شكر لشريفك التركي ولو مساعدتكم إنا. تحياتنا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم بفهد. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى. وتعاون أخ علي جمال. اشترينا الشقة في السلطان أيوب. والحمد لله كان سعر مناسب. من أفضل الأسعار. والأخ علي ما شاء الله عليه. يعني بأمانته وصدقه في الأمانة صراحة. الحمد لله اللي شفناه ولمسه منه كل خير صراحة. أفضل من الناس اللي أنا أصحكم صراحة بالتعامل معه. وعلى مسؤوليتي أنا إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله لكل المتابعين. وأتمنىكم كل الخير. وألف شكر للأخ علي صراحة. وشريكه. اللي تعاونوا معانا صراحة. وكانوا قمة التعاون وقمة الأمانة والصدق في التعاون. يعطيكم مال فعال فيه إن شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخوكم من العربي أبن من العراق الشقيق. جيت التركية. ما أعرف كل شيء وما أندل كل شيء. فندق وشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال أخونا المصري. إجانا قبل طيران من الصباح. وجاء بنا فندق بسعر كويس. ومناسب وخلف الله عليه. وما قصروا إيانا وشالوا إيجنا طاني. وعائلتي أربع نفرات. زين. لما علي جمال أنا كان تهت بتركيا. المنقد الوحيد لإخواننا العرب في تركيا. علي جمال. واللي مرديته. أتصاله موجود وفيسه موجود وإنترنته موجود. أخونا العزيز علي جمال الله يحفظه. ويخليه لكل عربي يجي التركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أتكلم عن تجربتي الشخصية مع أستاذ علي جمال في شراع عقار في تركيا. وأستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص. ومميز الموقع المميز اللي كان في ياني كابي على البحر مباشرة. وشقة جدا نظيفة. والحمد الله وشكر الطابو السليم. وقدرنا نكمل المعاملة ومتركني إلى انتهى الطابو. وأحب أنه أنصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا. طابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة. لتواصلهم مع أستاذ علي جمال. وشكرا. للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك السياحة في اسطنبول فقط الاتصال بالأخ علي جمال. المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في اسطنبول. هذا الرجل الذي من الأمانة والإخلاص والأفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في اسطنبول. من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي منطقة السلطان أحمد وقرب من الجامعة الأزرق. وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبيني أنا شخصيا. وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل. حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة. نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسلم بها حاليا. نصيحتي للجميع لمن لديه نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء. وحتى الإجاب الاتصال بالأخ علي جماعي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أولا أقول الحمد لله يا رب العالمين ربنا وفقني دلوقتي. وفتحنا الشركة كويسة جدا ومع الشركة التركي اللي هو نفسي تفكيري نفسي دماغي بالزبط. شوفوا يا جماعة دلوقتي احنا بنشتغل ازاي في العقارات؟ أول حاجة رقم واحد بنشوف الشقة أو العقار. لو سعره كويس ولقطة نتوقع على الله بعد كده بنروح نشوفه. ايه النقطة التانية؟ مكانه هل مكان أمين؟ مكان يصلح لعيلة؟ مكان جنب المتر والمواصلات؟ دي تاني نقطة. تالت نقطة الطابو يعني الطابو اللي هو سند الملكية. بنشوف الطابو أيوة بنشوف الطابو صحيح أو مصحيح لأنها أمانة. مين حلقة الوصل؟ مين حلقة الوصل بينك وبين المالك؟ احنا فدي أمانة كبيرة جدا. احنا بنشوف الطابو سليم وكل حاجة جميل جدا والمالك سليم وكل حاجة كويس جدا. فبعد كده بنقول للمالك شوف عايزين نوصل لك حاجة واحدة مهمة جدا بما إننا الحمد لله. احنا خبرة في العقارات. المشتريين الوقت بيعملوا ايه؟ بيشوفوا الأسعار. فانت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون أحسن من الشواء اللي حواليك شاءتك هتتبعه بسرعة. فبناء عليه بيدينا سعر نهائي. وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو ده اللي أنا بصمم فيها. أي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفه مباشرة. وبعد ما تقوم إن شاء الله بتقعدوا مع الملك مباشرة منكم لي. كويس؟ بناخد النسبة المعروفة على هنا في تركيا العادلة. كويس؟ دي حاجة. ثاني حاجة عايز أقول لكم على الحالة مهمة جدا إنكم ما تقلقوش علشان إن شاء الله هنكون معاكم لغاية ما تستلموا طاب الشقة باسمكو. لغاية ما تستلموا سند الملكية يعني طاب الشقة باسمكو إن شاء الله. وإحنا هنكون في ظهركو وهنكون في كتفوكو إن شاء الله واتطمنوا. أتمنى إن شاء الله أشوفكو قريب في تركيا شكرا وبحبكو جدا. علي جمال اسطنبول تركيا مع السلامة. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة علي جمال اسطنبول تركيا مع السلامة.